السلام عليكم ورحمة الله بهذا الفيديو قرارات مهمة من وزير التربية التعليم عن بعد أسهم في تقديم الخدمة للطلبة وإثراء المعارف لديهم ومنحهم المزيد من التعرف إلى التكنولوجيا واستخداماتها وقد أنتج تعليما تفاعلية أو هنا عندنا وزارة التربية تسمح بتغيير الفرع العلمي ما بين الأحياء والتطبيق لطلاب السالس والخامس الإعدادي قبل فترة نزلنا خبر لأن وزارة التربية سمحت بتغيير الفرع العلمي ما بين الأحياء والتطبيقي لطلاب الخامس الإعدادي فقط هسا اليوم هسا قبل قليل نزل هذا الخبر هذه الوثيقة قالت سمحت لي حتى طلاب السالس الإعدادي يعني مو بس الخامس قبل كان بس الخامس الإعدادي يستسمح لهم الوزارة ينتقلون أو يغيرون الفرع ما بين الأحياء والتطبيقي هسا نزلت خبر قالت حتى السالس الإعدادي يسمح لهم تغيير الفرع الأحياء والتطبيقي هذه قرارات وزارة التربية